اشهد رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية شهباز شريف بجهود صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعى في دعم الشعب الباكستاني خلال محنتهم الانسانية الاليمة التي يمرون بها جراء الامطار والفيضانات الغزيرة جاء ذلك خلال اجتماعه مع سعادة الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية على همش المؤتمر الدولي الذي عقد في مقر الامم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف لدعم وإغاثة الشعب الباكستاني واضف رئيس الوزراء الباكستاني ان مملكة البحرين من اوائل الدول التي قامت بمد يد العون والمساعدة لضحايا الفيضانات بجمهورية باكستان على جميع المستويات السياسية والانسانية والتنموية كما اثنى على ما قامت به مملكة البحرين من اغاثة انسانية عاجلة تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقال رئيس الوزراء الباكستاني ان بلاده تستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف العظيمة لمملكة البحرين ودعمها المتواصل مثمنا جهود المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب في تقديم العمل الخيري والانساني لجميع المحتاجين من الشعوب والدول المنكوبة بكل كفاءة واقتدار من جانبه نقل سعادة الدكتور مصطفى السيد تحيات جلالة الملك المعظم والقيادة الرشيدة إلى فخامة رئيس الوزراء الباكستاني وإلى الشعب الباكستاني الشقيق مؤكدا أن هذه المشاركة في المؤتمر هي رسالة من جلالة ملك البحرين للأشقاء في باكستان وتأكيدا لعمق العلاقة الأخوية التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية بين البلدين والشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر